الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قدين أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبصدت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الأحد لا شريك لك وأنت الواحد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والأمر أمرك والقضاء قضاءك لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصياتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النال مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا اعفو عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضاناً وارحم موتاناً فرج همومنا ونفس كروبنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمةً من عندك نسألك اللهم رحمةً من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذه البقاع المنيفة ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعيًا مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعروا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا الغلع والوبع والربع والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وساعة رز فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار لرحمتك يا عزيز يا غفا اللهم احفظ مقدسات المسلمين اللهم اجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين اللهم حر للمسجد الأقصى اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات نسألك في هذه الليلة من خيري الدنيا والآخرة لا حول لنا ولا قوة إلا بك نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك رب نكشف عنا الضر وأنت أرحم الراحمين رب نكشف عنا الضر وأنت أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده علينا ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا وآذى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من فتنة ومن دعاة الفتنة ومن قنوات الفتنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم ومواقع التواصل واجعلها جمعا لكلمة المسلمين وتوحيدا لصفوفهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم النيتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر